السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله ومرحبا بالجميع كثير مننا إذا دعا الله سبحانه وتعالى فإنه قد يسأله مباشرة بطلب حاجته كأن يقول مثلا اللهم ارزقني مالا أو ارزقني مثلا زوجة صالحة أو هب لي ذرية طيبة أيا كان فإنه قد يسأله الله سبحانه وتعالى مباشرة وهذا الشيء لا إشكال فيه لكن هناك أجمل وأولى وأدعى للإجابة وهو أن يتقدم الدعاء ذكر لله سبحانه وتعالى وثناء عليه وبيان لحاجتك لهذا الأمر ثم تكون السؤال هنا الحديث بقرأ عليكم كلام مع طوله نسبيا لكنه مفيد جدا وقد يكون من أسباب بإذن الله تعالى إجابة الدعاء وحرص الإنسان على مثل هذه الأمور هنا ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الجميل الوابل الصيب ورافع الكلمة الطيب سأقرأ عليكم هذا النص وإن شاء الله يكون مفيد الجميع في حديث الإمام القيم رحمه الله تعالى عن أن الذكر أفضل من الدعاء لأن ذكر ثناء على الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه والدعاء سؤال العبد حاجته فإن هذا من هذا يعني أن ذكر أفضل ثم هنا قال وروا أبو داود والنسائي من حديث أنس أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد دعى الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء يستجاب يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكر الله عز وجل والثناء عليه أنجح ما طلب به العبد حوائجه وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء أنه يجعل الدعاء مستجابا ثم بعد ذلك بدأ بالتفصيل وأعطاك بعض النماذج والشواهد يقول هنا فالدعاء الذي يتقدمه الذكر والثناء أفضل وأقرب إلى الإجابة من الدعاء المجرد يعني الدعاء المجرد لا إشكال فيه ولكن الدعاء الذي يسبقه ذكر الله سبحانه وتعالى والثناء عليه أفضل وأدعى وأقرب للإجابة قال فإني انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل فلاحظ الآن أول شيء أنه يكون فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى ثم بيان لمسكنتك وضعفك وافتقارك ثم سؤال الحاجة فهنا يكون هي المرتبة الثالثة قال هنا وافتقاره واعترافه كان أبلغ في الإجابة وأفضل فإنه يكون قد توسل إلى المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله وعرض بل صرح بشدة حاجته وضرورته وفقره ومسكنته فهذا المقتضي منه وأوصاف المسؤول مقتضى من الله فاجتمع المقتضي من السائل والمقتضي من المسؤول في الدعاء فكان أبلغ وألطف موقعا وأتم معرفة وعبودية ثم أعطاك الآن نموذج دنيوي ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى لكن يريد يبيلك أثر هذا الأمر قال هنا وأنت ترى في الشاهد يعني في المشاهدة ولله المثل الأعلى أن الرجل إذا توسل إلى من يريد معروفه بكرمه وجوده وبره وذكر حاجته هو وفقره ومسكنته كان أعطف لقلب المسؤول وأقرب لقضاء حاجته فإذا قال له أنت جودك قد سارت به الركبان وفضلك كالشمس لا ينكر ونحو ذلك وقد بلغت بي الحاجة والضرورة مبلغا لا صبر معه ونحو ذلك كان أبلغ في قضاء حاجته من أن يقول ابتداء أعطني كذا وكذا قال فإذا عرفت هذا فتأمل قول موسى عليه السلام في دعائه ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير وقول ذنون عليه السلام في دعائه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وقول أبينا إبراهيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وفي الصحيحين أن أبا بكر صديق رضي الله عنه قال يا رسول الله أعلمني دعاء أدعو به في صلاتي فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى ربه عز وجل بفضله وجوده وأنه المنفرد بغفران الذنوب ثم سأل حاجته بعد التوسل بالأمرين معا فهكذا أدب الدعاء وآداب العبودية الخلاصة مما سبق أن الإنسان لا يستثقل هذه المقدمة ويظن أنها قد تشغله عن سؤال الحاجة لأن هذه المقدمة هي أفضل والله سبحانه وتعالى يعلم حاجتك فقد يعني تكون في سجود أو في موضع من واضع الإجابة وتثني على الله سبحانه وتعالى وتبين حالك ثم تسأله بدعوة واحدة عامة مثلا تقول اللهم بارك لي في جميع أمري أو اللهم يسر أموري كلها فيستجاب لك وتتيسر كل الأمور بدل من التفصيل الطويل الذي لا يسبقه ثناء على الله سبحانه وتعالى وبيان لحالك وافتقارك إلى الله سبحانه وتعالى فالبعض قد يظن أن مجرد السؤال هو المهم وأن ما قبله قد يكون أقل أهمية بينما الواقع هو العكس أن ما كان قبله هو المهم والسؤال هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى الله يعلم حاجتك وما الذي هو خير لك نسأل الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وجوده أن يوفقنا لكل خير وأن يجعلنا ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل منا دعواتنا إنه ولي كريم